السلام عليكم ورحمة الله حرم الله الربا وجرمه أنا هان عنه وكان من عادة العرب في الجاهلية أشخاص وقبائل أن يتعاملوا بالربا وكان الرجل يبيع للرجل قطعة أرض أو حصان أو غيره بيعا مؤجلا بالدين فكان إذا حل أجل الدين قال الدائن للمدين إما أن تقضي الآن وإما أن تربي فنهى الله عن مثل ذلك وأرسى قواعد العدل قال الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولكن ماذا يفعل المدين إن كان ذو عسرة ولا يستطيع السداد فأرسى الحق سبحانه وتعالى قواعد الرحمة وأنزل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وإن كان المدين غير قادر على السداد ولا يستطيع الوفاء وأتبين لكم بالدليل أنه صاحب عسرة وليس مدعي أو مماطل لا يريد سداد الدين فنظرة إلى ميسرة وكثيرا ما نسمعها تكرأ خطأ فنظرة إلى ميسرة وشتان بين الكلمتين فنظرة من الإنذار والإمهال أما نظرة من النظر فأمهلوه ويسروا عليه وارفعوا عنه الحرج والذل ولا تلجبوه إلى الاقتراض مرة أخرى يوفي إليكم دينكم وأن تتركوا رأس المال كله أو بعضه وتضعوه عن المدين فهو أفضل لكم وماذا يعود على الداء من الإمهال والإنذار أو من الإسقاط للدين كله أو بعضه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معصرا كان له بكل يوم صدقه ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقه نفرض أنك أقرأتني ألف جنيه على أن أردها إليك ألف جنيه بعد شهر فلك بكل يوم حتى تمام الشهر مثل ألف جنيه صدقه فإن حل الأجل ولم أستطع الوفاء كان لك بكل يوم وكأنك تخرج ألفين جنيه صدقه ألا تريد أن تكون يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معصرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله كان رجل تاجر يدين الناس فإذا رأى معصرا قال لفتاه تجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي الله فتجاوز عنه كثير يقرؤون تلك الآية وقليل يعملون بتلك الآية نسأل الله أن نكون ممن يعلمون ثم يعملون جزاكم الله خيرا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ترجمة نانسي قنقر